ترجمة نانسي قنقر في تسهيل العملية التعليمية وتعاونها مع مختلف وزارات المملكة في تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير وجلي في مملكة البحرين لتسليط الضوء على التشريعات والمبادرات التنموية للرقي بالخدمات الحكومية أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد ضمن الجلسة الخامسة لبرنامج ترابط اثنان الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية أن مملكة البحرين من أفضل دول العالم في التصدير الجائحة وأثارها وذلك استجابة لقرارات مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ولجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي وليلعه نائب القائد الأعلى أن أبو الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله طبعا أحب أتوجه بشكر الجزيل لمعهد البحرين التنمية السياسية على هذا البرنامج وعلى هذا اللقاء أهمية برنامج ترابط في التواصل مع الجمهور أخذ أراءهم مهم جدا لأنه يعتبر وسيلة من الوسائل الأساسية لتساهم في تطوير العمل الحكومي في تقديم خدمات بشكل أفضل في تطوير الاستراتيجيات والخطط الموجودة لدى الجهات الحكومية لذلك نعطي اهتمام كبير بهم مثل هذه اللقاءات ونحاول من خلالها أن نأخذ أراء التي توصل لنا ونطور من عملنا من خلالها هذا وتواصل الهيئة في تطوير واستمرارية خدماتها الحكومية بالإضافة إلى حرصها في تسهيل الإجراءات الخاصة باحتياجات المواطنين فقد تنوعت خدماتها ومبادراتها في عقد الاجتماعات الإلكترونية بالإضافة إلى نقل المنظومة التعليمية إلى السحابة الإلكترونية ناهيك عن إطلاق خدمات إلكترونية جديدة وصلت إلى 45 خدمة مضافة إلى حزمة الخدمات وتوفير تطبيق مجتمع واعي استعرضنا من خلال اللقاء اليوم عدد من المحاور همها دور الهيئة من خلال تقديم خدمات متميزة للجمهور نتكلم عن تقريباً 470 خدمة موجودة اليوم الإلكترونية تقدم عدد الزيارات على الموقع أكثر من 5 مليون ونصف خلال 2020 المبالغ التي تم جامعها 74 مليون دينار تم إطلاق 47 خدمة مؤخراً إضافة لذلك وزارة الداخلية والجهات المنتسبة لها مؤخراً معالي وزير الداخلية أطلق 8 خدمات إلكترونية لمختلف الإدارات التابعة لوزارة الداخلية أطلقنا في شهر مارس 12 خدمة للهيئة نعمل خلال الفترة القادمة لتقديم أيضاً حوالي 30 إلى 40 خدمة مختلف الإدارات العامة لوزارة الداخلية نعمل مع الوزارات لتنفيذ خطة التحول الإلكتروني الشامل بتوجيه من مجلس الوزارة الموقع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية قدمت منذ تدشينها حتى اليوم 470 خدمة إلكترونية متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ما يعكس الزيادة الواضحة في إقبال الجمهور على النظام في ظل زيادة وطيرة التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية في الفترة الأخيرة استمراراً للاتصال والتواصل المؤسسي بين الحكومة والمواطنين اللقاء الخامس من برنامج ترابط اثنان يؤكد على الدور الكبير الذي تقوم به هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تسهيل الإجراءات وتيسيرها بين كافة أجهزة الدولة بالإضافة إلى الخدمات التي تقدم للمواطنين والقطاعة كافة في ظل استمرار تصدي مملكة البحرين لجائحة كورونا طلعنا في مركز الأخبار تبزين بحرين